بعد سنتين من نزوله في السينما فيلم البدلة لا يزال فيلم فاشل فاشل كتابياً فاشل تمثلياً فاشل كوميدياً لكن هو ممتع منزلياً وتشاء الأقدار أن يكون مراجعتنا لفيلم البدلة اللي هي مش هتكون مراجعة مفصلة مفصلة هتكون مراجعة موضوعية نوعاً مع حوالين هذا العمل الفاشل الكوميدي الرخيص هتكون موجودة في بلاي لست مع فيلم آخر كان فاشل برضو في السينما في 2018 وهو بني آدم البلاي لست دي اسمها فيلم الصهرة فيا ما شاء الله كده يعني مجمع اللي ما وفق فيلم البدلة هو من بطولة الأخوين حسني أكرم حسني تامير حسني وطبعاً بتشارككم البطولة أمينة خليل ومن إخراج محمد جمال العدل ومن تأليف أيمن بهجة أمر وقبل أي حاجة أدعوكم من أنتم تعملوا اشتراك على القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد في الفيلم دي في طبعاً لو الفيديو عجبكم اعملوا اللايك فيلم البدلة من الأفلام اللي عادت مدة طولة جداً في السينما تقريباً من منتصف 2018 لحد أوائل 2019 فترة كبيرة جداً حقق فيها 6 أو 67 مليون جنيه مصري الفيلم تقريباً اتفرجت عليه حوالي أربع مرات والأربع مرات كنت باتحك جداً على الإفهات اللي هما كانوا بيعلوا فيها على بعض أكرم حسني وتامير حسني الإفهات دي كانت كلها نابعة من حالة الفشل اللي عند الشخصين دول وطبعاً لكل الناس اللي اتفرجوا على الفيلم عارفين إن الفيلم بتكلم عن أكرم حسني اللي هو قايم بدور حمادة وتامير حسني اللي قايم بدور وليد حمادة يبقى خال وليد اللي اتنين فشلين في حياتهم اللي اتنين اتولدوا في نفس اليوم والحقيقة إن النوعية دي من الكوميديا أو النوعية دي من الشخصيات بيفضلها أكرم حسني بشكل كبير جداً إن هي شخصية بتقدر من خلالها تطلع نوع من أنواع الإفهات الكوميديا المضحكة اللي هي لمجرد الضحك والفكرة دي نجحت جداً كمان مع تامير حسني أكرم حسني قدر إن هو يلعب مع تامير حسني لعبة حلوة جداً وإن هما قدروا يعلو على بعض في الإفهات في ناس كتير جداً شافوا إن الموضوع دوت ما كانش حلو خالص وأنا واحد منهم لكن في نفس الوقت هي لتزال إفهات تدحك بتضحك على التوتة بتاعة حمادة اللي هي كتوغد حيث كبير جداً من أحداث الفيلم بتضحك على الأكشينات أكرم حسني اللي بتعكس شخصية هذا الشخص التافه اللي ما عندوش هدف في الحياة بتضحك علشان بتامير حسني اللي هو مش راكب خالص مع شكله ودقنه الغريبة اللي هو عملها بتضحك على إفهات أمينة خليل اللي هي أصلاً شخصية مش كوميدية لكن الحالة العامة من التفاهى والفشل قدرت تطلع من أمينة خليل كوميديانة صغيرة التوليفة الغريبة دي من الناس اللي عندهم حالة من الفشل والتفاهى العامة في الحياة قدرت إن هي تلاقي هدفها في الحياة من خلال بدلة لبسوها بدلة ظابط فهم من خلالها شافوا إن هم محترمين أكتر أو الناس بتحترمهم أكتر فقرروا إن هم يفضلوا لبسين البدلة دي طوال الفيلم طبعاً بيمروا بمشاكل كتيرة جداً وبيعوا في مشاكل أكبر لما بيقابلوا الإرهابي الدولي اللي محدش يعرف شكله اللي بيقوم بدوره مجد المصري وهنا بتحصل حالة أخرى من التفاهى والكوميديا إزاي بقى شخصية مجهولة مش معروفة مجرم إرهابي كبير جداً حقظوا العسر ياخدوا للفشلين دول الفشلين دول اللي كشفوه وقدروا يقبضوا عليه بعد كده فالفيلم هو حالة من الكوميديا السطحية بس وبصراحة اللي عجبني في الفيلم جداً هو الجانب الجد جداً في الفيلم من ناحية محمود البنزاوي وطاقم الزباط اللي هما كانوا بيجروا وراء المجرم الإرهابي دوت الجزء ده كان عامل انعكاس كبير جداً ما بين حالة الفشل والكوميديا السطحية اللي مستمرة معانا طوال الفيلم والناحية التانية فيه عندنا جزء جد جداً هو مش كبير قوي لكن في نفس الوقت نوعاً ما عامل توازن احنا منشان قضي الدنيا كلها تفاهى وفشل يعني اللي احنا منتكلم فيه دلوقتي ده ما نقدرش نقول عليه مراجع على قد ما نقول انه هو احنا بنفسص وبنحلل للفيلم على قد ما نقدر فيلم يصلح للمشاهدة المنزلية مش مشاهدة في الصلاة السيليمة تعالوا نتكلم شوي كده على التمثيل نبدأ بتامر حسني تامر حسني هو كالعادة نفس شخصيته نفس إفهاته العادية اللي احنا عارفينها من أيام عمر وسلمة نفس طريقته في التمثيل مفيش أي اختلاف ممكن تكون شخصية أكرم حسني بها تتعاليه شوية في الفيلم ده لكن تامر حسني لا يزال هو نفس الشخصية نفس إفهاته اللي ممكن تكون نوع من أنواع التحرش واللي الستات نفسه ممكن بيبصوا عليها ويتحاكوا عليها نروح لأكرم حسني هي نفس الشخصية التفهة السطحية من أيام سيد عبا حفيزة وصولها لمسلسل الوصية مفيش أي جديد مفيش أي اختلاف مفيش أي عمق خالص في الشخصيات مفيش أي عمق خالص في المحتوى اللي هو بيتقدم لكن كل الهدف هو إفهات سطحية لمجرد الضحك أمينة خليل أمينة خليل ممثلة وشفناها في أعمال كتيرة جدا وعندها قدرات تمثيلية كبيرة جدا لكن في الفيلم هنا أكرم حسني وتامر حسني قدروا يطلعوا الشخصية التفهة اللي جوه أمينة خليل أمينة خليل كان عندها مشاهد كويسة نوعا ما في الفيلم مشاهد منطقية عن شخصية قدامها شخصيين تافهين فطبيعي يكون عندها أسئلة فالأسئلة بتاعتها نبعة من التفاهة دي فكان طبيعي يحصل الحالة العامة من السطحية اللي احنا شفناها أما مجد المصري اللي كان بيحاول يبقى شخصية جدة في الفيلم ده أكرم حسني وتامر حسني برضو شدوا إلى مشتنقع السطحية الإخراج بالنسبة لمحمد جمال العدل كان إخراج متزن قدر إنه هو يعكس حالة الفشل والتفاهل اللي مسيطرة على الشخصين دول حمادة وليد الشخصين دول اللي هما كانوا مسيطرين على 95% من أحداث الفيلم أما بالنسبة للكتابة عند أيمن بهجة أمر الكتابة برضو كان السطحية أما الأغاني في فيلم البدلة كانت مقحمة بطريقة مش طبيعية الأغاني كانت محطوطة لمجرد يلا إحنا فضيين يلا نغني حرقنا بقى وتحكنا وتشقلبنا وقلنا إفهات سطحية يلا بقى نغني شوية بزي مثلا فيلم نور عيني بتاع تامر حسني ومنا شلبي الأغاني في الفيلم كانت أغاني بتخدم الصياق الدرامي للفيلم لكن في الفيلم بتاع البدلة الأغنية أو الكام أغنية اللي اتعملوا كانوا محطوطين كده لمجرد إنه إحنا يلا عايزين نغني ولو كان الفيلم معدى من الجر أي أغنية ما كناش هنقول ليه تامر حسني مغناش بعد سنتين من نزوله في السلمة لا يزال فيلم البدلة هو فيلم سطحي فيلم يستحق المشاهدة المنزلية مش في صلاة السلمة تتفرج عليه مع عائلتك مع أخواتك مع قريبك مع أي حد في البيت في وقت ساعة كده مع كوباية سحلب وشوية فشار وشوية فول سوداني ولب وكلام كده مش هيهمك قوي الأحداث الدرامية اللي في الفيلم على قد ما انت عايز تدحك وخلاص وهذه الحالة فيه كتير جدا من الناس بيحبوها بعد يوم طويل جدا من التعب عاوزين يتفرجوا على حاجة تفضي الدماغ من أي مشاكل فالفيلم ده معمول للناس دي وده هيكون فيلم الصهرة بالنسبة لكم وبعد هذه المراجعة الفاشلة لفيلم البدلة الفاشل لا يسعني اللي أنا أقول لكم يارب تكون المراجعة عجبتكم وطبعا قلولي رأيكم في الكومنتات انتوا شفتوا الفيلم ده ازاي لو انتوا تفرجتوا عليه طبعا لو متفرجتوش ياريت تقولولي ايه اللي خلاكم متتفرجوش على فيلم البدلة لحد دلوقتي وطبعا ايه تقييمكم للفيلم انا بالنسبة لي الفيلم قدر اتديله مثلا خمسة من عشرة مقدرش اتديله اكتر من كده وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة ومراجعت النهاردة من الفيلم تيفي في بلاي لس الخاصة بفيلم الصهرة يارب تكون الحلقة عجبتكم طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشائلوا سبسكرايب واتفعلوا الجرس علشان يجي لكم كل جديد في الفيلم تيفي كان معاكم مصطفى مازن اشتركوا في القناة